مرحبا أصدقائي من جميع المناطق والدول سنقرأ من 25 الشهر إلى 30 سنقرأ للبرج الرائع جدا صاحب الصفات المميزة ومن أهم صفاته لديه طاقة روحانية عالية جدا قادر من خلالها نتوقع الأحداث دبل حدوثها وتنبؤ في الخطر أيضا أكيد أنا بحكي عن البرج المائي برج الحوت الرجاء من الجميع اللايك التجهيعي والأشخاص الجدد على القناة ما ينسونا بالاشتراك ومهم جدا يفعلوا زر الجرس عشان نكون على المباشر مع بعض بإذن الله تعالى للتواصل على طريقة الواتساب بتلاقي رقم الواتساب تحت اسفل الفيديو بصندوق الوصف ومرة تنبكتبه في التعليقات أما الأشخاص اللي بتربح معي قراءات خاصة القراءة كشف كامل روحاني على جميع الأصعدة وإذا كان في موضوع معين أو مشكلة معينة ومتعرض للحسد أو السحر أو الأعمال السفلية نتناقش فيها بشكل مباشر وبإذن الله تعالى بنلاقي لها حل لكل داء فيه بإذن الله تعالى الدواء الشافي كل الحب والتقدير لكم يا أصدقائي لنرى كيف الأحداث تستكون مع مولود بورج الحوت طاقتك جيدة في الوقت الحالي سر بثبات نحو تحقيق أهدافك وطموحاتك التي تسبو إليها حاول أنك لا تتردد وخصوصا في الأمور اللي كنت أنت نفكر فيها مسبقا وما أخذ فيها قرارات نهائية فاخد القرارات اللي بتدفع بمصلحتك إلى الأمام وإن شاء الله دائما سيكون النجاح حليفك يكون بالفترة القادمة مليئة بالأحداث الرومانسية والحب والغرام وخصوصا بينك وبين الحبيب واللي عندهم شريك حياة مستقبلي كيف يعني شريك حياة مستقبلي يا أصدقائي يعني بكون فيه شخص متفق انتويا على الزواج بإذن الله تعالى في القريب العاجل وليس الآجل تمضو لحظات رائعة جدا وخصوصا ببداية شهر عفوا وخصوصا يوم 25 وأيضا 27 حاول انك تستغل هذول اليومين لأنه فيهن حظ إضافي لمولود برج الحوت وانك تخطط بشكل جدي للاستقرار ولموعد الزواج وتطلقه هدية رائعة جدا من الحبيب تعزز رابطة الحب بياناتكو وان شاء الله يكون نهاية هذه العلاقة الزواج الصالح في الأمور الصحية الاسترخاء التام والابتعاد عن الضجيج وعن الناس اللي بيمدوك بالطاقة السلبية اعلم انه هو أفضل علاج لمولود برج الحوت لمولود برج الحوت اي اشي بوتره وبعكر مزاجه لأنه هو بحب السلام الداخلي وايضا ان يشعر في الوحدة بعض الاحيان لكي يتأمل في الدنيا وما هو الاهداف اللي حاب يحققها بالفترات القادمة اما في بعض الاشخاص قد يتعرضوا لمراجعات صحية مثل يشعروا الام في المعدة وتساقط في الشعر ما يترددوا انه بيذهبوا للطبيب ويعمل فحوصات اللازمة لكي يتطمنوا على نفسهم لأنه دائما يا اصدقائي كل شي بتعالج بخلصوا بروح والما بتعالج بالثاقم وبزيد تشعرون في الوحدة رغم كثرة الناس حولكم هذا بسبب العديد من الاشخاص اللي خيبوا آمالك وما أوفوا بالوعود اللي أوعدوك فيها في اشخاص كنت لما تطلب منهم يد العون او المساعدة ما كانوا يساعدوك بل كانوا يقدمونك التبريرات وايضا الحجج اللي ما لها داعي من الاساس هذا الموضوع رحي خليك تفقدر الامل بالاشخاص اللي من حولك ولكن حاول انك ترجع تتواصل مع اصدقائك القدامى اللي كانت تربطكم علاقة رائعة جدا مليئة في الحب المتبادل تستجري الظروف انك تتلاقي مع هذول الاصدقاء اللي لك زمان ما شفتم من خلال المناسبات السعيدة وخصوصا هناك مناسبة لحفل زفاغ زفاغ فحاول انك تعزز علاقتك فيهم لانه سيكون وضونا فعلك بالفترات القادمة تزداد رغبتك في السفر لانك تشعر احيانا انك مش قادر تحقق اهدافك وطموحاتك التي تسبو اليها في الدولة اللي انت قائم عليها هناك بعض الفرص تتاح لمولود برج الحوت وخصوصا باواخر الشهر وبداية شهر خمسة سيكون اغلب هذه الفرص مدلة من افراد العائلة او الاصدقاء المقربين من حولك اعلم يا مولود برج الحوت انها الفرصة عبارة عن وقت قصير ريابة لحقها يا راحة عليك فيجب انك تأخذ القرار السريع بس لا تقعب فخ التسرع وخصوصا الاشخاص اللي بحظوا بهذه الفرصة لانها ستكون تغير كامل بحياته مهنيا وعاطفيا وماليا واجتماعيا والف ألف ألف مبروك للي بحالفهم الحظ من موليد برج الحوت أما القائمون على عملهم سيبلو بلاء حسن سيقوموا بأعمالهم بطريقة رائعة جدا بهدف دعم مركزهم أمام رؤسائهم في العمل وخصوصا الأشخاص اللي ينتظروا طرقية أو منصب جديد جديد فالحد يدعمه وخصوصا لأن صفحتك ناصعة البياض أمام رؤسائك في العمل أقوى من المخططات زملائك اللي بحاولوا تشويه سمعتك أمام رؤسائك في العمل والتقليد من قيمتك وأحيانا كانوا يحاولوا يخربوا بعض الأعمال إليك أما المش قائمون على عملهم تتاح لهم أفكار رائعة جدا كإلهامات ستكون رائعة جدا وتعود لهم بالنفع وبالدخل المادي الجيد هناك بعض المشاريع التي تفكر فيها مصبخا ودارسة من جميع النواحي ولكن ظروف الحياة ليس بخليتك أنك تطبقها على أرض الواقع لا تتردد أنك تحكي هذه الأفكار وهذه المشاريع للأشخاص اللي من حولك لنسي نعجبوا بهذه الأفكار وهذه المشاريع سيتقربوا منك بهدف من يكونوا معك شركات تعود إليك وإلهم بالنفع وبالدخل المادي الجيد اتقي شر من أحسنت إليه هناك شخص من المقربين من حولك من الدائرة الثانية هذا الشخص ينظر إليك نظرة الغيرة والحسد وهو الأغلب من الأبراج الترابية وبإذن الله تعالى ستأتيك رؤية فيه ولا متحدد الآن هذا الشخص سيحاول تشويه سمعتك أمام الأشخاص اللي من حوله وما رح يتوانى أن يقوم بأعمال ما خلف الطبيعة مثل أعمال السحرية والسفلية الله يحماك بحمايته من هذا الشخص السيء جدا أما المتزوجون قد يحدث بعض النقاشات الحادة بينك وبين الشريك بسبب الالتزامات اليومية والشهرية الزائدة وتتزايد مع الأيام ولكن ستنجح أنك تحل هذه الأمور وخصوصا أنك ستلاقي أبواب رزق جديدة أمامك تدخلك تحسين على وضعك المادي وستنجح أيضا من ناحية أخرى أنك تضبط نفقاتك ومصاريفك اليومية والشهرية واستنجح أن تقلل العديد من نفقات والمصاريف اللي كان أصلا ما إلها داعي من الأساس لنكمل يا أصدقائي بس قبل ما أكمل بحب أعلمكم أنا بعمل 30 قراءة خاصة ومجانية بتم اختيارهم من التعليقات اللي تحت أسفل الفيديو كل آخر شهر اللي ما بيحالف الحظ هذه المرة ما يزعل شاء الله بالفترات القادمة سيحالفك الحظ تكون أحد الرابحين معين بهذه القراءة أما للتواصل على ترك الواتساب تلاقي رقم الواتساب تحت أسفل الفيديو بصندوق الوصف ومراتا بكتبه في التعليقات أما الأشخاص تربح معين قراءات خاصة القراءة عبارة عن كشف كامل روحاني عاطفيا ومهنيا توقعات الأشهر القادمة بإذن الله وملئة بالنصائح اللي بتدفع بمصلحتك إلى الأمام وإذا كنت متعرق للحسد أو السحر أو الأعمال السفلية بنتناقش فيها بشكل مباشر وبإذن الله في اللاقيلها حل لكل داع في بإذن الله الدواء الشافي كل الحب والتقدير لكم يا أصدقائي وإن شاء الله القادم سيكون أفضل وأفضل